موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحفة لهذا اليوم والبداية من صحيفة التايمز التي نشرت مقالا لمايكل بيرلي بعنوان حان وقت تنحي نيكسون الشرق الأوسط في إشارة إلى ضرورة رحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أن يحدث تدخل أمريكي ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يقول الكاتب إن مستقبل العراق معلق بالمالكي الذي أصبح الغرب ينظر إليه باعتباره شخصية معزولة وبلا طعم وفي الوقت الذي يظن فيه رئيس الوزراء المحاط بالمشاكل أن وجوده ضروري لصد هجمات داعش يدرك معظم الشيعة في العراق قبل السنة أن المالكي أضحى جزءا من معضلة البلاد وليس الحل على حد قوله ويضيف بيرلي أن هناك بعض الصفات المشتركة بين المالكي ورئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون الذي اضطر للتنحي في بداية فترة رئاسته الثانية بسبب فضيحة ووترغيت تحت وطأة تهديد الكونغرس حيث شهد البرلمان العراقي انقساما حول منح المالكي صلاحية إعلان حالة الطوارئ ربما لتشككهم في كيفية استغلاله لتلك السلطة وأشر الكاتب إلى أن جنون العظم من بين الصفات المشتركة بين الرجلين وظهر ذلك مع تقلد المالكي لمهامه حيث انتزع كل المناصب من القادة السنة بداية من البنك المركزي وحتى جهاز المخابرات حتى أن بعضهم فر من البلاد كما فعل نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي وينه الكاتب مقاله بالقول بأن خطة المالكي الوحيدة لمواجهة داعش هي حشد العراقيين الشيعة وهو الحل الذي سيكون بمثابة استخدام صفيحة من البنزين لإخماد النار وبالتالي فإنه يسعين على الغرب التأكد بالانتهاء دور المالكي وهو ما قد يعطي بعض الطمأنينة للعراقيين السنة لمحاربة تطرف في بلادهم جنبا إلى جنب مع الشيعة نواصل مع صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت خبر اعتقال عدة أشخاص كانوا ينهون اغتيال شخصية لبنانية شيعية اعتقلت قوات الأمن اللبنانية سبعة عشر شخصا في فندقين بالعاصمة بيروت لشوكوك بعزمهم على تنفيذ عملية اغتيال لقائد شيعي كبير في لبنان وهو ما قد يؤدي إلى اشتعال حرب أهلية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها ويحقق الأمن اللبناني حاليا فيما إذا كانت الخطة تهدف إلى اغتيال نبيه بري فيما أكد عدد من المحققين أن المتهمين قد تربطهم علاقة بتنظيم داعش المتشدد ويرى محللون في خطة الاغتيال هذه في حال تم تنفيذها تطورا خطيلا تقوم به داعش خصوصا وأنها تسيطر على مناطق كثيرة في كل من سوريا والعراق نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة الأنباء الألمانية التي نشرت تحت عنوان بانكيمون يعتزم طرح خطة دولية لحل الأزمة في سوريا جاء فيه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يعتزم طرح خطة من ستة بند لإنعاش الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا بينها حظر تصدير السلاح وفتح ممرات لمرور المساعدات الإنسانية وخلال خطاب ألقاه أمام مؤسسة مجتمع آسيا في نيويورك قال بان إن المطالب التي تتضمنها الورقة تتمثل في فرض حظر تصدير سلاح وفتح ممرات بدون تضييق أمام المساعدات الإنسانية واستئنا في الجهود الدبلوماسية كما تنص الخطة على تحويل الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لهاي بالإضافة إلى التخلص الفوري من الأسلحة الكيموية السورية وأوضح بان دعونا نتعاون الآن من أجل أن نخلق معا مستقبلا أفضل للناس في سوريا وسئل السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن بند حظر تصدير الأسلحة إلى سوريا فاعتبر أنه غير واقعي مستندا إلى ما كان عليه الوضع في ليبيا إبان الثورة على نظام معمر القذافي وقال في ليبيا كان هناك حظر على الأسلحة لكن الأسلحة كانت تتدفق بحرية على مختلف مجموعات المعارضة وتغرق أيضا كل إفريقيا وأضفت شوركين لا نريد ذهب في هذا الابتجاه نواصل مشاهدنا مع صحيفة المستقبل حيث كتب فايس سارة مقالا بعنوان لماذا يقاتل الشيعة في سوريا قلفي حاولت أطراف شيعية التستر على قتالها إلى جانب النظام ضد الشعب وثورته لفترات طويلة من عمر الصراع في سوريا لكنها لم تستطع الاستمرار في الإنكار ذلك أن الوقائع والمعطيات صارت أكثر مما يمكن التستر عليه أو تجاهله خاصة في عالم لم يعد من الممكن إخفاء الكثير فيه حتى لو أردنا وهكذا صارت تظهر النعوات وجثث الموت وأسماء المفقودين واعترافات الذين يقعون في الأسر ووثائق وأوراق البعض إضافة لما صارت تحمله تصريحات مسؤولين في دول وجماعات وميليشيات طائفية والخلاصة في قتال الشيعة في سوريا أنه أمر سياسي مستمد من إرادة النظام الإيراني واستراتيجيته في المنطقة عموما وفي سوريا بشكل خاص ليدعم بصورة مباشرة أو من خلال أدواته وأجهزته نظام الأسد وهو معزول عن أي أسباب دينية أو طائفية حقيقية بل جرى استخدام الأمر لتبرر جلب المقاتلين وتعبئتهم وهو أمر يضر بوحدة المسلمين ويخلق تناقضات بينهم قد يصبح من الصعب معالجتها إذا استمر على نحو ما هو قائم في تعبويته وفي نتائجه أيضا نواصل مشاهدنا مع وكالة أنباء الأنضل التي نشرت تحت عنوان تنظيم داعش يهدد بالتوجه إلى لبنان بدون مشاكل جاء فيه دعا عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش قالوا أنهم يحملون الجنسية البريطانية والأستراليا دعوا المسلمين إلى الجهاد في سوريا مشيرنا إلى أنهم شاركوا بمعارك الشام وسيتوجهون إلى العراق ثم إلى لبنان والأردن بدون مشاكل وظهر العناصر الخمسة في شريط بثه تنظيم داعش على موقع يوتيوب وهم جلسون في منطقة الريفية حاملين أسلحتهم وقال أحدهم باللغة الإنجليزية نحن دولة تطبق الشريعة في العراق والشام انظروا إلى الجنود لتعرفوا بأننا لا نعترف بحدود وظهر في أسفل الشاشة أن الرجل يدعى أبو مثنى اليمني وهو من بريطانيا وأضاف شاركنا في معارك الشام وسنذهب إلى العراق وفي غضون أيام قليلة سنقاتل وسنعود مشيرا إلى أنهم سيتوجهون إلى الأردن ولبنان من دون مشاكل حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تصريحات لوزيري خارجية تركيا وألمانيا جأفي شدد وزير الخارجية التركية أحمد داود أغلو على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل قوة وعدم التراخي في مواجهته مضيفا الإرهاب بكل صوره وبكل أشكاله سواء أكان داعش أو غيرها يمثل تهديدا كبيرا للإنسانية جمعاء جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير التركي يوم أمس مع نظيره الألماني فرانك فالترشتاين ماير في اسطنبول وأوضح أن تركيا تدري مشاورات مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لتناول الأزمة في العراق لافتا إلى أنهم كانوا من أوائل الدول التي اعترفت بمطالب دول الربيع العربي في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووقفت بجانب الشعوب التي ثارت على الأنظمة المستبدة التي كانت تحكمها وأفد داود أغلو أن تركيا وألمانيا لديهم توافق مشترك في الرؤية حيال الأزمتين العراقية والسورية مشيرا إلى أن الدولتين باعتبار دفاعهما عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يقدرون مطالب الشعوب الخاصة بهذه الأمور وتابع قائلا لكن من المؤسف أن الأنظمة التي ثارت ضدها شعوب العالم العربي وفي مقدمتها نظام بشار الأسد قد لجأت إلى كل الطرق لوأد تلك الثورات الأمر الذي نتجت عنه مجازر يندى لها الجبين وأشر إلى أن النظام السوري ارتكب جرائم كبيرة لم ترى الإنسانية مثلها معربا عن أسفه لموقف المجتمع الدولي حيال الأزمة السورية وقال في هذا الشأن المجتمع الدولي لم يقم بما ينبغي أن يقوم به لإنهاء الصراع في سوريا ولم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا واحدا لردع نظام السوري وشدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم التسامح مع الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه منذ نلاعي الأحداث في البلاد من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني فالتر شتاين ماير عن أمله في أن لا تتحول الحرب التي تجري ضد الإرهابيين في العراق إلى ساحة قتال تتحارب فيها القوى الإقليمية في المنطقة مع بعضها البعض مشيرا إلى أنه لم يكن أحد يرغب في انتقال الحرب الداخلية التي تشهدها سوريا منذ ثلاث سنوات إلى دولة العراق وأكد الوزير الألماني صعوبة تدخل العسكري الخارجي لحل الأزمة التي تشهدها العراق مشددا على أنه لابد أن يكون هناك حل شامل تشارك فيه المنطقة بأكملها وكافة الأديان والمذاهب المختلفة نواصل مشاهدنا الكرام مع موقعها برلار التركي الذي نشرت تحت عنوان اعتقال فرنسيين بعد عودتهما من سوريا جأفي اعتقلت السلطات الفرنسية الثاني من أصل أربعة من مواطنيها كانت قد أوقفتهم ضمن عمليات لمكافحة الإرهاب جرت الأسبوع الماضي في جنوب شرق فرنسا وفيما أخلي سبيل واحدة من سيدتين من بين الأربعة الموقوفين على ذمة القضية لم ترى السلطات الأمنية ضرورة لفتح تحقيق بحق السيدة الأخرى أما رجلان المعتقلا فقالت السلطات الفرنسية إنهما قاتل إلى جانب قوات المعارضة السورية وعادا قبل فترة إلى فرنسا ويبلغ عدد ملفات الدعاوى المرفوعة ضد من يعتقد أنه ذهب من فرنسا للقتال في سوريا أو من يجند مقاتلين لذهب إلى الحرب السورية قرابة خمسة وخمسين دعوة وكان وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف أدل بتصريح الشهر الماضي قال فيه إن عدد الفرنسيين المشاركين في الحرب السورية يبلغ حوالي ثلاثمائة قتل منهم حتى الآن خمسة وعشرون وتنفذ الشرطة الفرنسية منذ قرابة شهر على وجه الخصوص عمليات أمنية مكثفة في كافة أنحاء البلد ضد أعضاء تنظيمات راديكالية تعمل على تجند الشباب من أجل التوجه إلى سوريا والقتال إلى جانب قوات المعارضة كتب خطي بدل مقالة في صحيفة زمان الوصل بعنوان جائزة نوبل لبشار الأسد قلفي قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية السورية الموافق لليوم الثالث من حزيران يونيو 2014 صرح الرفيق المناضل الجنرال ميشيل عون بأن رفيق المناضل الدكتور الفريق الركن بشار الأسد يستحق جائزة نوبل للسلام ليس بسبب إقدامه على قتل ربع مليون سوري وسجد ربع مليون سوريا آخر وتشريد الثلث الباقين على قيد الحياة من أبناء المجتمع السوري في المخيمات ضمن البلاد السورية ودول الجوار وتمكن طويل العمر منهم أن يعبروا إلى أوروبا دون أن يغرقوا في بحار الله متلاطمة الأمواج وتحقيق خسائر الاقتصاد السوري والثروة القومية السورية قدرت بمائة وأربعة وأربعين مليار دولار حتى الآن وإنما لأنه كما أوضح سيادة الجنرال عون يحارب الإرهاب القائد التاريخي الخالد الرمز الضرورة الفريق الركن حافظ ابن سليمان الأسد كان أشد منه بأسا وشكيمة في هذا المجال بالذات بدلل أنه بعدما قتل في أوائل الثمانينات 200 ألف سوري في حما وفي سجن تدمر وفي حلب وفي جسر الشغور وبعدها وبالتحديد في سنة 1990 سير حملة عسكرية كبرى برعاية أمريكية فاخرة وهاجم الجنرال ميشيل عون في عقر داره في جونيا وطفق يدكه بالمدفعية والطيران وراجمات الصواريخ حتى لعن أبا العون الكبير وأجداده وسنسفيله وأجبره بالحذاء العتيق على اللجوء إلى السفارة الفرنسية ببيروت تمهيدا لإذلاله وإخراجه من دياره صاغرا إذا كان الجنرال ميشيل عون الذي أذله حافظ الأسد هو نفسه وليس ثمة تشابه في الأسماء الذي يدعو الأكاديمية السويدية لأن تمنح بشار الأسد جائزة نوبل للسلام فلا شك بأن الأسد يقدر هذه المبادرة الكريمة حق قدرها بدليل أنه صرح في اليوم الحادي عشر من حزيران بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية على منافسيه الشرسين ماهر حجار وحسان النوري صرح أنه يرحب بترشيح الرفيق العماد ميشيل عون لرئاسة لبنان لأنه باختصار رجل وطني غير طائفي مؤمن بالعروبة وهو من دون أدنى شك رجل غير طائفي بدليل أنه يتخلى عن تعاليم مسيحية التي تدعو إلى الإخاء والمحبة والتسامح ومعظم تياراتها تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ويمشي وراء حزب طائفي إرهابي متخلف يعتدي على الشعبين السوري واللبناني تحت راية الانتقام لأشخاص عاشوا على هذه الأراضي قبل 1400 سنة كاتبت بيلسان عمر مقالا في صحيفة عينب بلدي بعنوان التاريخ لا يعيد نفسه قالت فيه نستهلك طاقاتنا ونحن نحاول أن نبحث عن مقارب لنا من قصص الغابرين ثم نعين الآيات القرآنية ونحن نحاول جاهدين أن نجيب أنفسنا أتكون نهايتنا كقوم عاد أم هود أم ثمود أو حتى قوم لوط ثم ننفي كل ما سبق لحجة أننا أمة إقراء نحن دعوة إبراهيم ونبوءة موسى وترنيمة داود وبشارة عيسى ثم نقف قليلا لنتساءل مرة أخرى ترى أتنتهي ثورتنا كما الثورة الفرنسية؟ أم كما في البوسنة والهرسك؟ أم ترانا يحصل لنا ما جرى في صربيا؟ أو كالذي مر مع الثورة في روسيا أو حتى الجزائر ومصر وتونس أو ربما اليابن وليبيا؟ أو بأسوأ الحالة كما جرى مع الهنود الحمر؟ أو حتى على مثال أصغر من ذلك بكثير؟ فهل ستنتهي أزمة بقية المناطق المنكوبة كما حمص أو كما يبرود؟ هل ستنتهي بهدنة؟ أم اجتياح عسكري؟ وتأتي داعش ربما لتوقف لنا هذه التساؤلات لبرها؟ فنقف نتأمل ما يجري في العراق ومرة أخرى نرسم سيناريوهات لما ستأول إليه الأحداث ويعود وعاض الصلاطين ليطمئن الرعية بمزيد من جرعات التخدير وفرض حالة من اللاوعي أو الغشمن يا أخي نحن أحباب الله ولن يعذبنا حتى على ذنوبنا ويستمر القسم الواعي من الرعية لاستهلاك طاقته على واقع آخر واقع مر فيه ما يمر فينا من أحداث لكن في مكان وزمان آخرين ولكن هذه المرة تتصدى الفئة الأوعى لتلكم الفئتين متمسكة بمفهومها الجديد بأن التاريخ لا يعيد نفسه ولكن الشعوب تستمسخ نفسها فكل واحد يعتبر نفسه أنموذجا نادر التكرار وهدفنا الأول أن نصنع نسخا من أنفسنا كي لا ينقرض أنموذجنا الاستثنائية وهكذا يحصل ما أردنا بالضبط ولكن هل خطر ببال أحدهم أن المشهد الأخير لهذه الأزمة ربما لن يكون بصاعقة تأخذ بإحدى الفئات وتبقي الأخرى ولا بريح صرصر عاتية لا تبقي ولا تذر ولا حتى بطوفا ولا بجراد أو قمل أو ضفاضع وإنما غير ذلك كله ربما سيكون طرار كل الفئات المتناحرة أن تتعايش مع بعضها في خضم هذا الكم الهائل من الإجرام للطاغية أو أن تعود الأمور كما كانت عليه وكأن هذه الثورة حلم أو ربما كابوس سنصح منه متجاهلنا كل ما خسرناه بحجة حماية من وما تبقى أو لنكن أكثر وعيا هذه المرة ونترك الستارة تعلن نهاية المشهد ربما بخيار آخر أيضا ما أتنا مثله من قبل مشاهدنا الكرام نقرأ الآن في صحيفة العهد رسالة للأستاذ النعمان في قصيدة وجهها إلى الملك سيف بن ذيزن وكأنها تحكي الواقع الذي نعيشه في بلادنا اليوم يسيف بعدك لا سيف ولا قلم وشامخ القوم ضاعوا وارتقى الخدم وضعت الأرض والتاريخ مال بنا يسيف نحو حياة كلها ألم وثورة الأمس ماتت بعد مولدها ومثلها مات من ضحوا ومن رسموا حكامنا اليوم طغيان كسالفهم تبا لهم ضعف ما جاروا وما ظلموا المترفين تسير اليوم دولتنا فهل بفسق ولاة يقلب الهرم؟ الأرض يا سيف من أوجاعنا اشتعلت لا سامح الله من للزور قد بصوا وحالنا صار بين الناس مسخرة لا يشتهي ذكره عرب ولا عجم وأرق أفئدة من بعد حكمتهم تفرقوا من لهيب الفقر وانقسموا وهكذا الأرض لو هدت شوامخها لا يستقيم لها عهد ولا قسم من يقسمون على الإخلاص أخلاصهم يسيفك الذئب بئس الذئب يا غنب ومن تخط على القرآن أيديهم بنفس تلك الأياد يهدم الحرم لم يعرفوا قط لا دينا ولا وطنا الدين في شرعهم يا سيف مقتسم وخير أوطانهم يا سيف أرصدة بها مناصبهم تقوى وتحترم ونحن من هام في الدنيا بلا وطن عار به دولة الطغيان تختتم إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجدداً غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة